الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا لكم صلاح الحال وحسن المنقلب والمآل وبعد ففي لقاءاتنا هذه نتدارس آيات من سورة التوبة لعل الله عز وجل أن يفتح بها على قلوبنا وأن يجعلنا ممن اتصف بالصفات الطيبة الواردة فيها وممن حذر من الصفات المذمومة الواردة في هذه السورة فلنعلنا نستمع لعدد من الآيات لعل الله جل وعلا أن يفقهنا فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليهم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر في نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين لما ذكر الله جل وعلا شيئا من أحوال أهل النفاق للمنافقين الذين كانوا من أهل المدينة ذكر أن ذلك أيضا يشمل بعض أهل البادية فقال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا والمراد بالأعراب من كان يسكن في البادية وقوله أشد أي أكثر كفرا ونفاقا وذلك لما عند أهل البادية من الجفاء ولبعدهم عن العلم وأهل العلم فكانوا حينئذ أشد كفرا ونفاقا وقوله وأجدر يعني من شانهم أن يكون بعدهم عن المدن سببا في جهلهم وعدم علمهم بحدود ما أنزل الله على رسوله فهم لا يعرفون الأحكام الشرعية ولا يعرفون معاني المصطلحات الشرعية من الإيمان والكفر ومن الطاعة والمعصية ونحو ذلك وقال والله عليم حكيم أي أنه مطلع على خفايا الأمور عند عباده جميعا وهو حكيم يضع أحكامه فيما يناسبها من المواطن ثم ذكر طائفة من الأعراب فقال ومن الأعراب ومن تفيد التبعيض ومن الأعراب أي بعض سكان البادية من يتخذ أي يجعل ما ينفقه في سبيل الله سواء في النفقات التي ينفقها في الجهاد أو في الصدقات التي يبذلها فيجعلها مغرما أي يظن أنها خسارة وأنها غرامة لأنه لم يكن يؤمل أجر الآخرة وحينئذ أظن أن هذه النفقات إنما هي نقص عليه لأنه لم يكن يتطلع إلى ثواب الله ورضاه قال ويتربص بكم الدوائر أي أنهم ينتظرون أن تحل المصائب بأنواعها بأهل الإسلام فينتظرون وقوع الهزيمة بهم وينتظرون تمكن أعدائهم منهم وقتلهم وبالتالي يقولون نحن سنتخلص منهم قريبا قال تعالى عليهم دائرة السوى أي أن الله جل وعلا جازاهم بمقاصدهم ونواياهم الفاسدة أن جعل ما تمنوه على المسلمين من العذاب والهلاك يدور عليهم ويكون من شانهم والله سميع عليم فهو سبحانه يسمع جميع الأصوات وهو سبحانه يجيب الدعوات ويكون مع أوليائه المؤمنين وهو سبحانه عليم أي مطلع عالم بجميع ما لدى هؤلاء المنافقين وهذا الوصف للأعراب ليس عاما لجميعهم بل هناك طائفة من الأعراب سكان البادية من يؤمن بالله واليوم الآخر أي يؤمن بالله ربا ويؤمن بالله معبودا ويؤمن باليوم الآخر وبالتالي يستعد له ويتهيى لذلك اليوم القيامة ويتخذ أن ينوي أن ما ينفقه في سبيل الله من تبرعات الجهاد ونفقاته والصدقات والزكوات ينوي أنها قربة أي أفعال تقربه من الله وتكون سببا لرضى الله عنه وكذلك يجعلها صلوات الرسول أن يقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون من أسباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له فهو يعلم أن دعاء النبي له قيمته ومنزلته عند الله ولذلك فهو يرجو هذه الصلوات قال تعالى ألا إنها أي ستكون هذه النفقات وهذه النيات الصالحات قربة لهم أي سببا من أسباب قربهم من الله ورضى الله جل وعلا عنهم قال تعالى سيدخلهم الله في رحمته أي سيجعل الله لهم الرحمة والظاهر في كلمة الرحمة هنا أنها تشمل رحمة الدنيا ورحمة الآخرة فإن الله جل وعلا سيكون معهم مؤيدا ناصرا ميسرا لهم في أمورهم إن الله غفور أن يتجاوزوا عن أخطاء أهل الطاعة وعن غفلتهم وهو رحيم بهم ينزل بهم الخيرات ويجعل العواقب الحميدة لهم ثم قال تعالى ذاكرا صنفا آخر من أهل الإيمان ألا وهم الصحابة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أي من سبق لنصرة دين الله حين ضعف أهل الإسلام وقلة إمكاناتهم وهذا يشمل على الصحيح دميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشمل المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وسواء كانت هجرتهم قبل يوم بدر أو بعد يوم بدر كما يشمل الأنصار فقال والسابقون أي الذين سابقوا إلى طاعة الله والإيمان برسوله والجهاد في سبيله من المهاجرين الذين تركوا بلدانهم وديارهم وأموالهم طلبا لرضى الله جل وعلا والأنصار وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وناصر وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أي من سار على طريقة الصحابة في طاعة الله جل وعلا بإحسان أي بإخلاص في العمل فينون به وجه الله فهذه الطوائف الثلاث لهم رضى الله جل وعلا فوقفه وقد رضي عنهم وأمدهم بعونه وتوفيقه وكان مولا لهم وتولى شعونهم ولذلك رضوا عنه أي كانوا راضين عما يقدره الله عليهم وراضين بما أنزله الله من شرعه عليهم قال وأعد لهم جنات أي هيأ لهم ووطد لهم جنات يعني مساكن عالية في جنان الخلد في مواطن تحتف بها أنواع الزروع بحيث تغطي جميع ما هم فيه وهم في ذلك الموطن تجري تحتهم الأنهار أي تسير الأنهار من تحت أقدامهم سيرا حثيثا خالدين فيها أبدا أي يبقون في الجنة لا يموتون ولا يخرجون منها ذلك أي هذا الثواب المذكور في هذه الآيات هو الفوز العظيم أي النجاة الكبرى والمستقبل العظيم الذي يكون لهؤلاء الطوائف الثلاثة ثم ذكر جل وعلا بعض شاني من حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال ومن من حولكم أي حول المدينة ومن من حولكم من الأعراب أي من سكان البادية منافقون أي أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ومن أهل المدينة أي يوجد من أهل المدينة منافقون أيضا وقوله مردوا على النفاق أي استمروا فيه وبقوا عليه وكانوا دائمين على هذا النفاق تمرنوا عليه وساروا عليه قال تعالى لا تعلمهم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل بعض هؤلاء المنافقين قال تعالى نحن نعلمهم أي نعرف الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق ولذا قال عن هؤلاء المنافقين سنعذبهم مرتين الظاهر أن هذا العذاب في الدنيا فيعذبهم الله بالفضيحة واكتشاف أمرهم ويعذبهم الله بما ينزل عليهم من العقوبات وبما يحجب عنهم من الخيرات في دنياهم ثم يردون أن يوم القيامة يكون مصيرهم ومآلهم أن يردوا إلى عذاب عظيم وهذا في الآخرة ثم ذكر جل وعلا قسما آخر وهم أولئك الذين تركوا الجهاد في سبيل الله بما ورد على قلوبهم من خواطر واعتقادات لكنهم عادوا إلى الله واعترفوا بخطائهم وذنوبهم فقال تعالى وآخرون أي هناك طائفة أخرى وجماعة آخرون اعترفوا بذنوبهم فأقروا على أنفسهم بأنهم خالفوا أمر الله بتخلفهم عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من شانهم أن خلطوا عملا صالحا من مثل صدقاتهم وجهادهم وصلواتهم بخلط عملا صالحا وآخر سيئا من تخلفهم عن رسول الله ومن تشكيكهم في وعد الله ونحو ذلك قال تعالى عسى الله أن يتوب عليهم فهم لما أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تائبين تكفل الله جل وعلا بأن يتوب عليهم وعسى من الله تامة لازمة وقد ورد أن جماعة من هؤلاء الذين تخلفوا جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقالوا لا نطلقوا أنفسنا إلا أن يطلقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله جل وعلا فنزلت هذه الآيات ثم أمرهم بعدد من الأمور تكون سببا من أسباب زوال ما أقدموا عليه من تخلفهم عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذ من أموالهم أيجب من أموالهم الصدقات ونفقات الجهاد صدقة أي زكاة واجبة وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بعض أموال هؤلاء المتخلفين ثم قال تعالى تطهرهم أي تجعلهم سليمين نقيين من النفاق وقوله وتزكيهم أي تطهرهم وتجعل نفوسهم زكية طاهرة بأخذ ما يدفعونه من أموال ثم قال وصل عليهم أي يدعوا لهم دعاء إذا أقدموا إليك وجاءوا معهم بصدقات أموالهم قال تعالى إن صلاتك أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سكن لهم أي طمأنينة وراحة ورحمة وخضوع لهم وذلك أن الله قد قبل توبتهم والله سميع عليم يسمع خفايا الأصوات ويطلع على ما في القلوب ثم قال تعالى مذكرا لهؤلاء المنافقين ألم يعلموا أليس عندهم جزم ويقين تام بأن الله يتفضل على عباده فيقبل توبة من يتوب منهم ويكون هذا من أسباب زوال ذنبه عنهم يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات أي يثيب عليها ويؤجر على دفع الزكوات لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن الله هو هو التواب الرحيم فهو جل وعلا يتوب على من تاب وأعرض عن فعله المشين ومعصيته المخالفة لأمر الله جل وعلا وفي هذا ترغيب لهم في التوبة وتهييج لهم عليها ثم خاطبهم جل وعلا فقال قل يعني يا أيها النبي أو يا قاري القرآن قل لهؤلاء اعملوا قيل بأن المراد خطاب المنافقين بأن يعمل السوء والشر الذي يقصدونه فيكون وبالا عليهم فإن الله مطلع عليهم وقيل المراد استمروا على أعمالكم فإنكم إن عملتم خيرا فسيراه الله وسيثيبه وسيثيبكم عليه وإن عملتم شرا فإن الله مطلع عليه وسيثيبكم عليه وحينئذ قال فسيرى الله عملكم وهكذا سيرى رسوله فإنه مهما تكن عند الإنسان من خليقة وإن خالها تخفى على الناس فإن الله يظهرها ويعلم بها الناس قال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة أي أنكم بعد وفاتكم ستموتون وسيكون هذا من أسباب وقوفكم بين يدي الله المطلع على ما في صدوركم وضمائركم والعالم بما فعلتموه بنعم الله وهو جل وعلا عالم بالشهادة لا يخفى عليه شيء وحينئذ يذكركم الله بأنه سيوقفكم بين يديه وسيسألكم عن أعمالكم التي أديتموها وبالتالي ينالكم ثواب أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشرا ثم ذكر جل وعلا طائفة أخرى من المنافقين فقال وآخرون أي هناك طائفة أخرى من المتخلفين مرجون لأمر الله أي مؤخرون في قبول توبتهم يمكن أن تقبل ويمكن أن لا تقبل وبالتالي قال إما يعذبهم بأن يجعل لهم العقوبات الدنيوية ولا يوفقهم للحق والهدى وإما يتوب عليهم فيوفقهم للتوبة النصوح فيكون سببا من أسباب مغفرة ذنوبهم قال والله عليم أن يعلم جميع أفعال الناس والله عليم حكيم فهو جل وعلا حكيم يضع الأمور في مواطنها ثم ذكر جل وعلا طائفة أخرى من المنافقين فقال والذين أي من المنافقين طائفة اتخذوا مسجدا أي جعلوا لهم بناء على هيئة المساجد وجعلوه مسجدا ومقصودهم بذلك الإضرار بأهل الإسلام فإنهم بنوه قريبا من مسجد قبا ليكون هذا سببا من أسباب مضارة أهل مسجد قبا ولذا قال ضرارا وكفرا لأنهم إنما بنوه لمحاربة الإسلام ومحاربة نبيه صلى الله عليه وسلم قال وتفريقا بين المؤمنين أي من مقاصدهم في بناء هذا المسجد أن يعملوا بمكر وبالتالي يفرقون المسلمين إما في الصلاة وإما يفرقونهم في بلدانهم وأوطانهم بحيث يجعلونهم متخاصمين متضادين غير متعاونين قال تعالى وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل أي جعلوا المسجد مكانا لإجتماع هؤلاء الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وليحلفن أي سيقسمون باليمين المغلظ بأنهم إنما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا النتائج الطيبة وكثرة المصلين والرفق بالمساكين خصوصا في أوقات الحر والمطر والتوسع على المسلمين وقد كذبهم الله تعالى في ذلك فقال والله يشهد إنهم لكاذبون أي مخالفون للحق فهم لم يريدوا الرفق بالمسلمين وإنما يريدون قاتل المسلمين من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ غنائمهم ثم قال تعالى لا تقم فيه أبدا أي لا تصلي في هذا المسجد وإنما الواجب هدمه وعدم إبقائه ولذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم المسجد قال وليحلفن إن أردنا إلا الحسن يعني يزعمون أن نياتهم صادقة والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم جمهور أهل العلم على أن هذا المسجد هو مسجد قبا قال لمسجد أي موطن صلاة أسس أي بنية على التقوى من أول يوم أي من أول يوم تم بناء مسجد قبا فيه هو حق أن تقوم فيه أي أن تصلي فيه فيه رجال يعني من الصحابة يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أي يحب منهم النظافة والطهارة وقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا بأنهم يستجمرون ويستنجون قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أي من جعل هذا البنيان في المسجد على تقوى من الله فيخافون الله ويرجون ثوابه في بناء هذا المسجد ورضوانا منه أي يطلبون رضا الله ببناء هذا المسجد فهو خير فهذا هل هو أفضل أم مسجد آخر أسس بنيانه يعني وضع أساس البنيان على شفا جرف هار يعني على طرف جانب من جوانب من جوانب العلو مما يكون قريبا من السقوط والزوال فانهار به أي سقط مع البناء في نار جهنم فهكذا مثل هؤلاء الذين يترخون العمل بكتاب الله قال والله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين يتجاوزون الحد ثم قال تعالى لا يزال أي سيبقى بنيانهم أي بناء المسجد الذي بنوا في سيبقى ريبة أي شك ومحل تردد في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم يعني بأن يموتوا بانفصال قلوبهم عن أبدانهم ثم قال والله عليم خبير عليم حكيم فهو يعلم جميع أحوال العباد وهو حكيم يضع الأمور فيما يناسبها ثم قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أي أن أهل الإيمان باعوا على الله أرواحهم فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن يبذلوها في سبيل الله وأن يقربوها في أنواع الطاعة وذلك أنه وعدهم بثلاث مواعيد أولها أن يقتلوا في سبيل الله فمن قتل في سبيل الله فهو شهيد قال قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يجعلوا الله لهم الجنة يقتلون في سبيل الله أن يتمكن منهم أعداؤهم أو هم يقتلون أعداءهم ويقاتلون في سبيل الله يبذلون من أنفسهم وأموالهم فيقتلون أعداءهم ويزهقون أرواحهم ثم يقتلونهم بأن يقتلهم عدوهم قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن أي أن إدخال هؤلاء في الجنة وعد صادق من رب العزة والجلال لا شك فيه ولا مرية وقد نزلت به الكتب السماوية مثل القرآن والتوراة والإنجيل قال ومن أوفى أي لا يوجد أحد سيكون أوفى وأبعد من الغدر والخيانة من الله جل وعلا وحينئذ يستبشر المؤمنون بنصر الله جل وعلا وبما وعد به من الوفاء بعهده قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك يعني هذا البيع هو الفوز العظيم أي الفلاح والنجاح القريب الكبير الذي يمثل غاية أهداف الداعين والعابدين ثم قال تعالى واصفاً بعض أهل الإيمان التائبون أي المكررون للتوبة كلما وقع منهم ذنب ومن ذلك أن يتوب عن الشرك وعن النفاق وذكر من صفاتهم أنهم عابدون أي يتوجهون بعباداتهم لله جل وعلا وحده وقوله الحامدون أي المثنين على الله في جميع ما يقدره من المقادير ثم قال السائحون الأكثر على أنها المنتقل من بلد إلى آخر لتحقيق مقصود شرعي ثم قال الراكعون أي أنهم كثير الركعة وكثير السجود ومن الطوائف أن الناجي في ذلك اليوم الآمرون بالمعروف أي المراقبون لأقوامهم بأن يدخلوا في الأعمال الصالحة وأنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله أي أن الله جل وعلا يحفظ حدودهم ويوفقهم للتوبة النصوح ويحجزهم عن أنواع المعاصي والظلم ثم قال تعالى وبشر المؤمنين فبعدما بيّن الله جل وعلا لأهل الإيمان عقيدة التوحيد أظهرها لعباده ليلتزموا بها فيكون هذا من أسباب من الله عليهم بأن يكون من التوحيد فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كبيرة قوله هنا الأعراب الألف واللام مرات تقع للعموم والاستغراق ومرات تقع للجنس ومرات تقع للعهد فمن أمثلة ذلك في قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذه للاستغراق بينما قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فقوله إن الناس هنا المراد بهم أناس معينون ليس جميع الناس وقد يراد بها الجنس فكما تقول الرجل أفضل من المرى يعني جنس وإلا فهناك نساء فاضلات يفضل على كثير من الرجال وقد وقع الاختلاف في كلمة الأعراب هل هي من الجنس أو من الاستغراق أو من العهد وأكثر المفسرين على أن الألف واللام هنا للعهد فيسمون قبائل بأعيانها يقولون هي المقصودة بهذا اللفظ وقوله أشد كفر فيه دلالة على أن الكفر ليس على مرتبة واحدة وأنه متفاوت الدرجات وهكذا في النفاق فليس النفاق رتبة واحدة بل يتفاوت الناس فيه وفي هذه الآية من الفوائد الترغيب في طلب العلم وبيان أنه مما يصد الناس عن المعاصي وعن النفاق وفي هذه الآيات الترغيب في أن يتعلم الناس دينهم ليعبدوا الله على وجه صحيح وفي هذه الآيات إثباتوا أن الشريعة نازل من عند الله جل وعلا ومما يفيد إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات وجوب أن يقصد الإنسان بنفقاته إرضاء الله والحصول على الأجر الأخروي وأن لا تكون مقاصده أن ينال أموالا أعظم وأكثر مما بذله وفي هذه الآيات تحريم اعتقاد أن الصدقات والنفقات تذهب هباء منثورا فالهي مدخرة للعبد محسوبة له من أسباب غيناه وفي هذه الآيات تحريم تمني نزول الشر والمكروه بالمسلمين وأن الواجب أن يتمنى الإنسان لإخوانه المسلمين الخير والصلاح ورفعة الدرجة وفي هذه الآيات أن الجزاء من جنس العمل فمن تمنى الشر والسوء للمسلمين أنزل الله به مثل تلك العقوبة وفي هذه الآيات بيانوا أن بعض الأعراب على الإيمان والاستقامة وأن ما ذكر ليس وصفا لازما جاريا على الناس جميعا وفي هذه الآيات التأكيد على ركن الإيمان وهو الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر فإن الإيمان بهما أكبر دافع للإنسان على فعل الخيرات وفي هذه الآيات استشعار المؤمن أن ما يبذله من نفقات في الجهاد والانتقال أو في الصدقات أو في الجهاد فإنه محسوب له وباق ثمرته له ولذا قال ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدكلهم الله في رحمته وفي الآيات إطلاق لفظة الرحمة مرادا بها تقدير الخير للعبد في الحال وفي هذه الآيات الترغيب في المبادرة إلى الأعمال الصالحة والمسابقة إليها كما قال والسابقون الأولون من المهاجرين وفي هذه الآيات الترغيب في الهجرة بالانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وفي هذه الآيات الترغيب في نصرة الحق فإن أهل المدينة ناصروا المهاجرين الذين وفدوا إليهم فأثنى الله عز وجل عليهم في ذلك وفي هذه الآيات الترغيب في اتباع السلف الصالح فإن الله قد أمر باتباعهم ولذا قال والذين اتبعوهم أي ساروا على طريقتهم بإحسان أي مخلصين لله مستشعرين مراقبته لهم فهؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنها وفي هذه الآيات إثبات صفة الرضا لله جل وعلا وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يرضون عن الله سواء في مقاديره أو في ثوابه وجزاءه ولذا كان من شأن المؤمن أن يكون راضيا بما يقدره الله جل وعلا عليه وفي هذه الآيات من الفوائد التذكير بأن النفاق كما يكون في أهل البادية يكون في أهل المدينة وقوله مرد على النفاق فيه أن العبد قد يترك النفاق وقد يكون في وقت مؤمن وفي غيره بضد ذلك وقوله لا تعلمهم نحن نعلمهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الغيبة وفيه أيضا أن العلم بعمل الإنسان يغني عن معرفة نفسه وذات في مواطن وفي هذه الآيات تهديد المنافقين بأن العقوبات والعذاب سينزل بهم وفي هذه الآيات أمر المؤمن المخلط الذي خلط عملا صالحا وعملا سييا بأن يعود إلى الله فيتوب إليه ويستغفره ويتعبد بين يدي الله جل وعلا وفي هذه الآيات من الفوائد أن مما يرغب بالعبد أن يفعل الحسنات المتتابعة بعد فعله للسيئة عسى الله أن يعفو عنه وفي هذه الآيات وجوب إخراج الزكاة وأنها واجب شرعي والأصل في قوله خذ من أموالهم أن تعم جميع الأموال ولكن وردت حاديث تبين الوعاء الزكوي حيث أوجب الله الزكاة في الذهب والفضة وما يكال ويطعم أو يوزن فيطعم وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب إخراج الزكاة والأصل أن الإمام الأعظم هو من يتناول قبض الزكاة بنفسه وفي هذه الآيات إطلاق اسم الصدق على الزكاة الواجبة وفي هذه الآيات أن النفق في سبل الخير من أسباب تطهير النهوس وتطهير المجتمعات وفيها أن هذا الأمر من آثاره طهارة النفوس وزكاتها وفي هذه الآيات التذكير بمغفرة الله ورحمته لعلها تكون سببا من أسباب سعي الإنسان لتحصيل هذه المغفرة وفي هذه الآيات من الفوائد مشروعية أن يدعى لأهل الخير وأن يثنى عليهم وفيه دعاء الإمام لمن دفع زكاة ماله إليه وفي هذه الآيات الأمر بالاستمرار في أداء الأعمال الصالحة ليكون ذلك من أسباب رؤية الله للعبد بأكمل أحواله وفي هذه الآيات الترغيب في أداء الأعمال الصالحة والتنفير من أداء الأعمال السيئة وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن جميع العباد سيقفون بين يدي الله فيقررهم على أفعالهم وتجاوزاتهم وفي هذه الآيات بيان أن طائفة من المنافقين سيؤخرهم الله فلا يقبل توبتهم في الحال لحكم يراها جل وعلا وفي هذه الآيات أن بناء المساجد في قصد الخير وإقامة الصلوات فيها عمل صالح يؤجر العبد عليه وفيها أن من بنى المسجد لغرض مخالف للشرع فبنائه للمسجد معصية وذنب عظيم وفي هذه الآيات من الفوائد ذكروا مسجد الضرار ومسجد الضرار مسجد بني حول مسجد قبا وكان الذي بناهم المنافقون قالوا نريد أن يكون لنا مجتمعا ونريد أن نتناقش في أمورنا ومن تكذيب الله ورسوله والاستهزاء بأتباعه وحينئذ بنوا هذا البناء وسموه مسجدا ولما كانت مقاصدهم سيئة أخبرهم الله أن هذا المسجد لم يبنى على أساس صحيح ولئذا قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين يعني يفرق جماعاتهم أو أنه يبث لشاعات التي تحدث الفرقة بينهم وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يجعلوا هذا المسجد محل اجتماعات لأولئك الذين يريدون حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يكتفوا بهذا حتى كانوا يقسمون الأيمان المغلظة بأنهم إنما يريدون الخير بهذا المسجد فرد الله عليهم بقوله هو الله وهو العالم بما في القلوب يشهد إنهم لكاذبون فهم لم يريدوا هذا المعنى قال تعالى لا تقم فيه أبدا لا تؤدي فيه الصلوات أبدا وسواء بقي على بنيانه أم زال ثم قال لمسجد يعني مسجد قبا أسس على أسس بنيانه أفمن أسس قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يعني من أول يوم لبنائه أحق أي أفضل وأتم أن تقوم فيه أي أن تؤدي الصلوات ثم ذكر المسجد الآخر وهو مسجد قبا فقال فيه رجال يحبون أن يتطهروا يعني أنهم إذا خرج منهم الخارج استنجوا واستجمروا فغسلوا بقي محل الخارج بالماء وغسلوه أيضا بالحجارة قال فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين الذين يطهرون بواطنهم وظواهرهم وفي هذا فضيلة الطهارة والنظافة قال وفي هذه الآيات إيجاب أن تكون نية عامل الخير نية صحيحة بحيث ينوي رضا الله ودخول جنته والحصول على أجره ولا ينوي شيئا من أمور الدنيا وفي هذه الآيات المقارنة بين أهل الخير وأهل الشر لإظهار تميز أهل الخير كما قارن الله بين مسجد قبا ومسجد الضرار وفي هذا في قوله أمن أسس بنيانه فهذا الذي أسس بنيانه على شفاء يعني على طرف جرف أي على زاويته هار أي سيسقط وظهرت منه علامات السقوط فانهار به أي سقط به هذا الجانب في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم باختيارهم النفاق على الإيمان ثم قال لا يزال أي سيستمر بنيانهم أي مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم أي شك وزراعة للتردد وعدم ما قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تقطع قلوبهم أي يكون هناك ما يقطع قلوب هؤلاء عن معرفة الحقائق وبالتالي يكون من شانهم أن يشكوا ويرتابوا في وعد الله سبحانه وتعالى ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمحاربة هؤلاء المنافقين وأمر بهدم المسجد الذي بنوه لأنه لم يقم على مقصد صحيح وإنما قصدوا به مقاصد فاسدة لا تكون نافعة لا لهم ولا لغيرهم ومن هنا فإن قلوبهم متقطعة أي منفصل عن الخير بموتهم والله عليم بعباده حكيم يضع الأمور في مواطن هام ثم قال تعالى إن الله اشترى أي كان هناك عملية البيع المؤمنون يقدمون أرواحهم لله والله جل وعلا يجعل لهم الجنان فقال إن الله اشترى أي أخذ أموال هؤلاء حينما بذلوها في طاعة الله جل وعلا بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون هذا على سبيل المشاركة مع العدو فيقتلون أي يحدث منهم قتل لبعض أعدائهم ويقتلون أي أنهم يقتلون في تلك المعركة قال تعالى وعدا عليه حقا أي لا لبس فيه ولا تردد ومن أوفى بعهده من الله أي لا يوجد أحد يكون أوفى بهذا العهد من هؤلاء من إن الله قال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أي هذا خطاب للمؤمنين الذين كانوا من أهل هذه الآية بأن يفرحوا بأن لهم وعد من الله بالجنان قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهو بيع الأرواح مقابل ما يؤتون من أمور الدنيا وذلك أي هذا الجهاد وهذا الاستشهاد هو الفوز العظيم وفي هذه الآيات الترغيب في التوبة والحث عليها والترغيب في الاستمرار على عبادة الله جل وعلا وفيها الترغيب على حمد الله على نعمه والثناء عليه بها والاعتراف بها وفي هذه الآيات الثناء على السائحين ولعلها من يتنقل لطلب العبادات الشرعية من طلب العلم أو نحو ذلك وفي هذه الآيات التأكيد على الركوع والسجود والثناء على الراكعين الساجدين وهم الذين يحافظون على صلواتهم وهكذا أثنى الله على الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر من يسعى إلى صد الناس عن المعصية وإدخالهم في باب التوبة قال والحافظون لحدود الله أي أنهم التزموا بها وفي هذا فضل حذر الإنسان من أن يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وقال وبشر المؤمنين أي قدم لهم البشارة بأن يكونوا من أهل الفوز ومن أهل الجنان فهذا شيء من فوائد هذه الآيات وحكمها وأحكامها ومعانيها بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين وأصلح الله نياتنا وأعمالنا وأنالنا بها الأجر والثواب الجزيل هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين